اشتركوا في القناة اليوم ان شاء الله سنشوفوا جميل اشياء اللي كي اكدوا عليها اخصائيين امراض الجلد والتجميل باش من نحطوهاش على وجهنا لانها كتسبب واحد المشاكل كتيرة لبشرة الوجه اول مادة ما خسناش نحطو على وجهنا هي السابون السابون كيتكون من مواد كيميائية من بينها كبريتات لوريل السوديوم هاد المادة هي لتستعمل باش يكون في السابون هذيك الرغوة وهذا المواد الكيميائية الى جانب المواد الحافظة والعطور الصناعية كلها كتدر ببشرة الوجه اللي كتكون حساسة وكتتعرض في سع للضرر كما ان السابون يزيل الزيوت الطبيعية لبشرة الوجه وكتوليات البشرة جافة والسابون كيقتل البكتيريا النفعة اللي كتحميه من الالتهابات الجلدية البديل اللي نقدر نديره في بلاست السابون وهو ماء الورد اللي يكون أصلي نمسحو به وجهنا ثلاثة المرات في النهار تاني حاجة اللي نقدر نغسلو بها وجهنا هي الصابون الطبيعي اللي كيكون خالي من كل ما يضر البشرة او منتجات من الصيدلية الطبيعية خاصة للحفاظ على بشرة الوجه تاني مادة اللي ما خستناش نحطه على وجهنا وهي الحامض اي الليمون كيف كنعرفو ان كتير من السيدات باش يعتنيوا ببشرة الوجه ديالهم كيف يفضلوا استخدام الوصافات المنزلية المجربة واكتر هاد الوصافات كيستعملوا فيها الحامض لكن خستنعرفو ان الحامض كيحتوي على حمض سيتريك هاد الحامض عنده تأثير على بشرة الوجه خصوصا الى دوامناه مدة طويلة وكتولي بشرة الوجه جافة واستعمال الحامض المفرد او لمدة طويلة على بشرة الوجه كتسبب في ظهور بقع ولون غير موحد كما كيسبب الحامض الحساسية للضوء مني كنديرو عسير الحامض على بشرة الوجه وكنخرجو للشارع مباشرة كيتعرض الوجه لحروق الشمس ثالث مادة مخصناش نحطوها على الوجه هي مادة الفازلين هاد المادة اللي اكتشفوها في اسفل براميل البترول وهاد المادة مخصناش نحطوها على الوجه لانها كتسبب في الحساسية والحكة وحمرار البشرة والتهابها كما انها كتأدي الى زيادة ظهور حب الشباب لانها تحبس الزيوت والاوساخ في الوجه مما يؤدي الى تهيج حب الشباب رابع مادة اللي مخصناش نحطوها على الوجه وهي كريمات المرطبة للجسم هالكريمات المرطبة للجسم كيكسبو على بعد المرات اننا نقدر نحطوها حتى في الوجه لكن في كلتا الحالتين مخصناش نستعملوها للوجه لانها كتضر بالبشرة وكتصبح جافة كما انها تؤدي الى ظهور تشققات وتجاعيد والتهابات خامس مادة مخصناش نحطوه على وجهنا وهي الكحول لا يجب وضع مطلقا المنتجات اللي كتحتوي على الكحول ولو بنسبة قليلة لانها كتسبب في جفاف البشرة وتفاقم مشكلات الجلد مثل حب الشباب الوردية والإكزيمة إذن أخواتي حاولوا تتفادوا كل ما يضر ببشرة الوجه وقبل ما تستعملوا أي وصفة من الوصفات الطبيعية حاولوا تتأكدوا أن كل مواد اللي فيها هي غير مضرة لبشرة الوجه نتمنى نكون فتكم بهذه المعلومات ويكون الفيديو أعجبكم لا تنساوش الانضمام إلى قناتكم عالم سعاد منصور تمتم في رعاية الله وإلى لقاء جديد بإذن الله